موسيقى اليمن والسعودية والامارات تتافق على تشكيل لجان مشتركة ومباشرة تنفيذ تعهدات العسكرية والامنية والتنموية موسيقى تعز تصعيد حوثي وقصف على المدنيين صابحة العيد ومطالب شعبية بعملية عسكرية لانهاء الحسار موسيقى البعثة الامامية تقول ان الالغام الحوثية تهدد اجزاء واسعة من محافظة الحديدة موسيقى موسيقى اهلا بكم الى نشرة الاخبار التي اصحبكم بها نشام الزياد والى التفاصيل حتحتفل اليمنيون اليوم الاثنين في مختلف المحافظات بعيد الفطر المبارك وعدى مئة الالاف من المواطنين صلاة العيد في الساحات العامة في مختلف محافظات الجمهورية وفي خطبة العيد شدد الخطباء على ضرورة وحدة الصف الجمهوري لمقارعة الانقلابيين الحوثيين وسعادة الدولة والجمهورية واكدوا على دعم القيادة الجديدة للبلاد معبرين عن امال اليمنيين بان يجدوا مخرجا للبلاد من الازمات المتتالية التي تسببت بها ميليشيا الحوثيين الارهابية كما عبروا عن دعمهم وإسنادهم للجيش الوطني المرابط منذ ثمان سنوات لمقاومة الارهاب الحوثي وقالوا ان المرحلة تسوجب تكاتف الجميع لدعم معركة التحرير وكسر الحصار عن المحافظة ويأتي احتفال اليمنيين بعيد الفطر في ظل اوضاع اقتصادية صعبة وسط تطلعات الى التغلب على مآسي الحرب واثارها الاجتماعية والاقتصادية والانسانية الكارثية التي تسببت بها ميليشيا الحوثيين الارهابية هذا ورصدت قناة يمن شباب عبر شبكة مراسليها الاجواء العيدية في عدد من المحافظات اليمنية خلال اول ايام عيد الفطر المبارك ظروف مشتركة يعيشها اغلب اليمنيين في ارجاء البلاد ورغم مرارة الواقع الا انهم يحاولون صناعة بهجة العيد ونسيان المنغصات ملامح من اجواء العيد في هذا التقرير شعائر صلاة عيد الفطر المبارك مساحة الفرية بمدينة تعزقام هذا العام بعد توقفها العام الماضي بسبب جائحة كورونا عشود كبيرة من اهالي المدينة المحاصرة تشارك في احياء هذه شعير كما هو واضح اجواء عيدية تتزين بها المدينة اليوم رغم صعوبة الظروف الحاضرة بسبب الحرب والحصار الحوثي للعام الثامن عالتوالي الاطفال والنساء والرجال الجميع هنا يحاولون صناعة باهجة للعيد رغم المناغصات التي حضرت في اولدى مغظم الاسر وابرزها الواقع المعيشي صعب بعد الجمع الغفير من الذكور والاناث والصغر والكبار يحاولوا ان يرسموا البسمة والبهقة رغم الناتاعات تعتبر في سنة المهملات من المجتمع الاقليمي والدوليين وكما هو معتاد فبعد الفراغ من اداء الصلاة يعود الاهالي الى منازلهم ثم يبدأ برنامجهم في صلة الارحم وتبادل الزيارات التي تتم في داخل النطاق المحرر من مدينة تعز خاصة خلال السنوات الاخيرة وذلك بسبب الحصار الحوثي المحروب على المدينة منذ سنوات واغلاق الميليشيا للطرقات والمنافذ الرئيسية التي تصل او تربط بين مديريات تعز المختلفة من جهة وكذلك تربط محافظة تعز بالمحافظات المجاورة من جهة افراء مظاهر الفرحة والبهجة بالعيد السعيد مدت حاضرة هنا ايضا في حضر موت تحديدا في مدينة تريم حيث نحن نتواجد اعتاد الاهالي واعتاد الناس هنا استحاب اطفالهم والذهاب لهذه الاسواق الشعبية التي غالبا ما تجاور مصليات العيد يحتفل الاطفال هنا بالعيد ويشترون مجموعة من الالعاب والحلويات الناس هنا ينسون كل شيء لإسعاد اطفالهم في هذا اليوم نعيش اجواء فرايحية عيدية مباركة رغم الظروف ورغم المآسي التي يعيشها الناس في هذا العيد ولكن الحمد لله الفرحة والبسمة على وجوه الجميع بمناسبة هذا العيد المبارك قيم التكافل الاجتماعي بدت بارزة هنا ايضا ومن ابرز ملامح العيد في هذه المدينة اذ جرت العادة ان الناس بعد صلاة العيد يذهبون ويفتحون ابواب بيوتهم امام الزوار ويتزاورون ويباركون لبعضهم بالعيد السعيد ويحتسون الشاهي والحمضل او ما يعرف بالزعقة اللافت ايضا ان مظاهر العيد في هذه المدينة تستمر اليوم واحد فقط حيث في اليوم التالي يبدأ الناس بصيام الست الاولى من شوال وتعود اجواء رمضان بصورة كاملة حتى ان المدينة اطلق عليها المدينة التي تصوم الدهر وفي محافظة شبوات تكبيرات ملأت الاركان بهجة وفرحة منذ تباشير الصباح الباكر وجموعا غفيرة من سكان مدينة عتق توافت اتباعا هنا في ملعب الفقيد ناصر الخليفي لأداء صلاة العيد وسط اجواء روحارية مميزة كما تطرق الخطيب الى اهم المعاني التي جاءت بها مثل هذه المناسبات الدينية السعيدة التي تدعو الى نبض الخلافات والمشاحنات والسعي الى ترسيخ قيم التسامح والتآخي والتآزر وتوحيد الصف في سبيل امن المحافظة واستقرارها نحن اليوم نعيش لحظات جميلة ورائعة في هذا اليوم الطيب المبارك عيد الفطر المبارك في ظل هذه المحافظة أو في هذه المحافظة التي تعيش امن واستقرار وسلام بعد تحررها من ميليشيات الحوثي الاجرامية وهكذا اينما حلت الدولة حل معها الامن والامان والسلام بعد الانتهاء من اداء صلاة العيد كما تشاهدون امامكم هذه الاجواء الاخوية العفوية طغت عليها اجواء الفرح والسرور يتبادل فيها المصلونة تهاني وتبريكات العيد قبل ان ينصرف الجميع لاحياء صلة الرحم مع الاهل والاحباب جانب اخر ردى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي ومعه نواب رئيس المجلس وبحضور رئيسي مجلس النواب والشورى ورئيس مجلس الوزراء اليوم ادوا صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين في العاصمة المؤقتة عدن وبعد اداء صلاة وخطبتي العيد تبادل العليمي التهاني والاحاديث الودية مع جموع المصلين بالمناسبة الدينية الجليلة وما تحمله من معاني ودلالات دينية واجتماعية سامية في حياة كل مسلم ومسلمة وبحسب وكالة سبا اعرب المهنيون عن سعادتهم بالتحام كافة قيادات الدولة المدنية والعسكرية على تراب الوطن مثمنين حرص مجلس القيادة الرئاسي على تطبيع الاوضاع وتواجد بجانب ابناء الشعب من عجل تخفيف المعاناة الانسانية وتنفيذ خريطة الطريق المقدمة امام البرلمان الى ذلك كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي اليوم عن اتفاق بين اليمن وكل من السعودية والامارات على تشكيل فوري للجان مشتركة لمباشرة تنفيذ التعهدات في المجالات التنموية والعسكرية والامنية وقال الرئيس العليمي اليوم في اجتماع موسع مع الحكومة بالعاصمة المؤقتة عدن قال ان زيارته واعضاء المجلس الرئاسي الى السعودية والامارات تكللت بالاتفاق على تشكيل فوري للجان مشتركة تتولى متابعة تنفيذ التعهدات في مجالات الكهرباء والطاقة والصحة والطرق والمياه والسدود وكذلك في الجوانب الامنية والعسكرية وخلال الاشتماع الذي ترأسه الرئيس العليمي في اول ايام عيد الفطر المبارك بحضور نواب رئيس المجلس الرئاسي ورئيسي مجلس النواب والشورى دعا رئيس المجلس الحكومة الى تنفيذ الاولويات الملحة في كافة المجالات الاقتصادية والامنية والانسانية وستعرض الرئيس خلال الاشتماع حجم الدعم الذي تلقاه من قيادتي السعودية والامارات وقال ان الدعم المخصص من الاشقاء للبنك المركزي قيد التنفيذ الفعلي على شان اخر حيث استهدفت ميليشيا الحوثيين الارهابية المدنين في مدينة تعز صبيحة عيد الفطر المبارك في انتهاك للهنة الاممية هذا وجددت ميليشيا الحوثيين الارهابية قصفها على الاحياء السكنية بمدينة تعز صباح اليوم الاثنين وقال سكان محليون ان الميليشيا استهدفت بقذائفها المدفعية في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين احياء الدعوة والكمب وقرى ابعر والصرمين شرق المدينة وقرى الشقب جنوب شرق المدينة وفاد السكان ان الميليشيا قصفت الاحياء المذكورة بشكل مكثف ما اسفر عن وقوع جرحى واضرار بمنازل المواطنين وتشن الميليشيا للعام الثامن على التوالي قصفها على الاحياء والمدنيين مخالفة بذلك الاف الضحايا هذا وتعيش مناطق وقرى ابعر والصرمين بمحافظة تعز معاناة مريرة جراء سهدف الميليشيا الحوثية للقرى بشكل مباشر الامر الذي سلب الاهالي راحتهم والاطفال فرحتهم وجعلهم يستغنون عن عدد من العادات والتقاليد العادية التي تشكلت عبر السنين المزيد في تقرير الزميل عبدالعزيز الذبحانية مع اشراقة اول ايام عيد الفطر المبارك توفد اهالي قرى ابعر والصرمين الى عدد من المساجد المترامية الاطراف كانوا قبل الحرب يقيمون الصلاة كما يقول الاهالي في منطقة العقمة وهي منطقة مفتوحة يجتمع فيها الاهالي او اهالي القرى بالكامل لأداء الصلاة وايضا لأداء عادات وتقاليد فقدوها بسبب حرب ميليشيا الحوثي واستهدافها للمنطقة لا يأمن اهالي هذه المنطقة او المناطق ميليشيا الحوثي الايرانية كونها تستهدف المناطق حتى في الهدنة ولذا لم يؤدوا الصلاة في المنطقة المعتادة قبل الحرب بل أدوها في المساجد وهي مساجد صغيرة معنا احمد سعيد سيحدثنا عن العدد والتقاليد التي افقدتهم اياها ميليشيا الحوثي الارهابية خلال هذه السنوات كان المواطنون في هذه القرية يجتمعون في احدى المساجد التي فوق القرية من أداء الصلاة حتى يجتمع المواطنين كامل الآن مع قدوم ميليشيا الحوثي وضربها على القرية يعني بالخوف معا يقدروا يخرجوا كما كانوا بسبب القذائف والقانص التي يتم من قبل ميليشيا الحوثي يعني معا العيد ليس كما كان من سابق الخوف القلق الضيق عند المواطنين إذن كما سمعتم هي مناطق محدودة أو مساحة مفتوحة محدودة يتم التجمع فيها هنا للأهالي بسبب الاستهداف المباشر من قبل ميليشيا الحوثي وهي مناطق المنطقة عادتها وتضاريسها مفتوحة للمناطق التي تسيطر وتتمركز فيها ميليشيا الحوثي معنا أحد قيادات الجيش الوطني العقيد مرتضى اليوسفي أيضا سيحدثنا عن هذه الأجواء العيدية في مواقع القتال هناك استهداف للميليشيا لعدد من المواقع وكما سمعنا قبل قليل إطلاق للنار بماذا تصفون هذا؟ وهذه الأجواء أفقدت الأهالي هنا الفرحة العيد الميليشيا الحوثية لم يلتزموا بواقف إطلاق النار ولم يلتزموا بالهدنة التي أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة خلقات مستمرة وإطلاق نار بشكل كبير جدا قبل لحظات سمعتم إطلاق النار إلى هذه القرى التي فقد أهلها الفرحة ببهقة العيد ونقد الخوف والقلق منتشر على صور الأطفال والناس في هذا المكان إذن كما سمعتم الميليشيات لا عهد لها حتى أنها جعلت من العيد هنا عيدا يتيما منذ أن أغلقت المنطقة باستهداف الخط الوحيد الذي يؤدي إلى هذه المنطقة أصبح الناس لا يستطيعون الخروج إلا بأوقات محدودة كون الميليشيات تستهدفهم ولا ترأف فيهم إلا ولا ذمة عبد العزيزة دبحان يمن شباب من منطقة أبعر في شرق مدينة تعز إلى ذلك فقد استنكر أبناء المدينة التخاذل الدولية عن ملف حصار تعز ومأساتها الإنسانية التي خلفها الإرهابيون الحوثيون وفي تصريحات لقناة يمن شباب قال المواطنون إن قدوم العيد مع سمرار إغلاق المنافذ والطرقات من قبل الميليشيا يزيد من معاناة السكان التي يعيشونها منذ ثمان سنوات ودع سكان الجهات المحلية والدولية والأممية إلى التفاتة إنسانية صادقة وحقيقية لتعز وظروفها والعمل أعلى تخفيف معاناتها أكثر ما يزعق المواطن هو الحصار التي في المنافذ والوضع المعيشي تتصور أننا من عام 2014 لم نروح بلادنا لم نصل إلى قرانا لا نستطيع أن نزور أباءنا ولا نساءنا بسبب الحصار العيد في هذا الحصار أنه مكلف كل شيء ونحن في حصار خانق من الغاز من الموضة الغذائية من الموضة الاقتفادية أيضا نطلب من قائدين السياسي أن يسرعوا بالضغط وعلى مليشيات الحوثي بفتح الحصار عن تعز وأيضا عن سائر المحافظات التي تقبع تحسس سيطرة المليشيات الحوثية في السياق دعت الحكومة إلى رفع فوري للحصار الحوثي الغاشم على مدينة تعز ونقلت وكالة لنباه رسمية السبأ عن وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن مليشي الحوثيين الإرهابية تابعت لإيران تواصل التنصل من التزاماتها بخصوص تنفيذ بنود إعلان الهدنة برعاية الأمم المتحدة وعرقلة فتح كافة المعابر ورفع الحصار الغاشم الذي تفرضه على محافظة تعز منذ سبع سنوات رغم مرور شهر من عمر الهدنة الإنسانية ودع الوزير الإرياني المجتمع الدولية والأمم المتحدة والمبعوث الأممي إلى إدانة العراقل التي تضعها مليشي الحوثيين أمام تنفيذ بنود الهدنة وممارسة ضغط حقيقي على المليشي لرفع الحصار بشكل فوري عن محافظة تعز وإنهاء سياسة العقاب الجماعي الذي تفرضه على المحافظة الأكثر كثافة سكانية في اليمن هذا واكد المسؤول الحكومي رفض مليشيا الحوثيين فتح أي نقاش بشأن تعز محذراً أن سمرار تعنت المليشيا وسمرار حصارها على تعز يقوض جهود الهدنة وقال الوزير الإرياني إن الحكومة خاطبت مكتب المبعوث الأممي في السابع من إبريل المنصرم بأسماء الفريق الحكومي المعني بفتح طرق محافظة تعز بأدف بدء النقاش بين الجانبين لفتح الطريق في المحافظة إلا أن مليشيا الحوثيين ترفض حتى اليوم فتح أي نقاش أو تسمية ممثليها في اللجنة التي كان يفترض إعقادها فور دخول الهدنة حيز التنفيذ وأكد الوزير الإرياني أن سمرار تعنت مليشيا الحوثيين ورفضها تنفيذ أي من بنود الهدنة الأممية وعدم المضي في إجراءات فتح المعابر ورفع الحصار بشكل كامل عن محافظة تعز ورفع القيود عن تنقل المدنيين بين المحافظات وحركة السلع الغذائية والاسلاكية يفاقم الحالة الإنسانية ويقوض جهود تثبيت الهدنة وإحلال السلام عسكرياً الآن حيث استشهد جندياني في تجدد للقصف المدفعي الحوثي على مواقع لقوات الجيش الوطني في الجبهة الشرقية لتعز مصادر عسكرية قالت لقناة يمن شباب إن مليشيا الحوثيين الإرهابية كثفت منذ الساعات الأولى لعيد الفضر من عمليات القنص والقصف المدفعي على مواقع لقوات الجيش في جبهة القصر الجمهوري شرق المدينة ما أسفر عن استشهاد جنديين وإصابة آخرين كما سهدفت المليشيا فجر اليوم مواقع لقوات الجيش بمختلف الأسلحة في جبهة الشرق وجنوب وشمال المدينة وفي شانداته قالت مصادر عسكرية إن مليشيا الحوثيين الإرهابية دفعت بتعزيزات عسكرية تضم دبابات وعربات مدرعة إلى شرق وشمال وغرب مدينة تعز في تصايد وانتهاك للهدنة الأممية وبحسب مصادر خاصة لمن شباب إن المليشيا دفعت فجر عيد الفضر بتعزيزات إلى جبهة الزنوج شمال المدينة وجبهة القصر الجمهوري ومنطقة الحدين وجولة القصر شرق المدينة يأتي ذلك في ظل مطالب شعبية لمجلس القيادة الرئاسي بالرد على التصايد الحوثي من خلال سرعة الإعداد عسكرية لدحر مليشيا الحوثيين الإرهابية وإنهاء الحصار الجائر على تعز والمستمر للعام السابع على التوالي وذلك بعملية عسكرية على غرار عملية تحرير مدريات بيحان الثلاث في شبوة وحريب بمأرب والتي تمت بنجاحا خلال بضعة أسابيع الآن إلى محافظة الجوف حيث رصدت كاميرا يمن شباب أجواء العيد في جبهة المحافظة فيما يؤكد قائد عسكري الجاهزية القتالية لأبطال الجيش وتصديهم للخروقات الحوثية المستمرة للهدنة الأممية نحن الآن في الجبهة الشرقية لمحافظة الجوف وبالتحديد في جبهة عدوان هذه الجبهة التي تشهد هدوءا نسبي باستثناء الخروقات التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإنقلابية نرصد أجواء العيد هنا بين أبطال الجيش الوطني وبين الأبطال في مواقع الشرف والبطولة ونرصد أيضا الوضع الميداني على مستوى جميع الجبهات في محافظة الجوف وفي المناطق الشرقية لمحافظة الجوف يقف إلى جانب رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة العميد الروكن نبيل المقرمي يحدثنا حول الوضع الميداني لجبهات محافظة الجوف وجبهات المنطقة العسكرية السادسة وأجواء العيد هنا بين أبطال الجيش الوطني لهذه المواقع العيد في الجبهات لا يختلف عن أي يوم من أيام القهات والقتال في جبهات المأرب بشكل عام وفي جبهات القوف بشكل خاص نحن نعيش أيام استثنائية أيام هدنة لكنها من قانب واحد لا يزال الانقلابيين متمردين عن الهدنة ويزال مستمرين في خروقاتهم لا يزالوا يستهدفون المواقعنا بالمدفعية وبالطيران المسير وآخر الاستهدافات كانت اليوم من اللواء 149 أدى إلى جريح وشهيد كيف يعيش الأبطال أجواء العيد في هذه المواقع؟ معنوميات عالية وصبر وثبات منتظرين الأوامر الرجال حقيقة أعيادهم هي على القبهات والرسالة التي نرسلها للمقاتلين في القبهات أن لا يطمئنوا ولا يركنوا إلى أي هدنة لكن يلتزموا بالأوامر أما بالنسبة للشعب الليمني فثباتنا ووجودنا ووقوفنا وتمصفنا بأوامر قيادتنا الحكيمة وأكبر رسالة وما نحن عليه الآن في أيام العيد هي أكبر رسالة لهم ليفهموها ولا يفهمها من فيهم ما هي رسالة تتوجهونها للمقاتلين؟ لا يغرهم حلم الحليم ولا صبر الصابرين وقاهل مده في قاهله ضحك حتى أدته يد فراسة وفمه إذن هكذا هي أجواء العيد في هذه الجبهة وفي مختلف الجبهات في محافظة الجوف وبالتحديد شرقي محافظة الجوف على امتداد هذه الجبهات الممتدة لعشرات الكيلوهات يعيش أبطال الجيش الوطني أجواء عيدية وأجواء فرائحية في ظل خروقات متكررة من قبل الميليشيا الإنقلابية لكن أبطال الجيش الوطني يؤكدون من خلال صمودهم وثباتهم في هذه الجبهات أن خروقات الميليشيا لن تؤثر وبل هي ستكون منطلق لتحرير مختلف المناطق وبقية المناطق التابعة لمحافظة الجوف وبقية المحافظات التي تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية من هنا من جبهة عدوان شرقي محافظة الجوف مجد أياش لقناة 8 شباب محافظة الجوف سيرة قيد محور الضالع العميد الركن هادي العولقي صباح اليوم الاثنين قافلة غذائية لأبطال القوات المشاركة في جبهات الضالع الشمالية الغربية بقطاعيها الفاخر وتبت عثمان وعدد من القطاعات وخلال تفقده المرابطين في خطوط التماس أشهد العولقي بصمود قوات الجيش والمقاومة في مواجهة ميليشيا الحوثيين مثمنا صمودهم الأسطورية وكسرهم كل محاولات الحوثي الانتحارية وتلقينهم دروسا قاسية وطالب جنود وضباط المناطق التي زارها العولقي المجلس الرئاسي بالعمل على توحيد الصف وحسم المعركة مع ميليشيا الحوثيين الانقلابية قال رئيس الفريق الحكومي في مفاوضات الأسرة والمقتطفين هادي هيج إن ميليشيا الحوثيين تعرقل تنفيذ الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة ووفقت عليه الحكومة رغم تحفظها عليه في الإفراج عن 2223 مختطفا واسيرا من الجانبين وضف في تصريح صحفي أن ميليشيا الحوثيين تتلكأ عن تنفيذ الاتفاق مشيرا إلى أن مبادرات الحكومة تنص على الإفراج عن الكل مقابل الكل وهو ما ترفضه ميليشيا الحوثيين في كل مناسبة ولقاء وقال المسؤول الحكومي إن ميليشيا الحوثيين تتحمل مسؤولية معاناة الألاف من الأسر اليمنية بسبب عرقلتها تنفيذ مبادرات تبادل الأسرة والمقتطفين كما حمل المسؤول الحكومي هادي هيج المبعوثة الأممية إلى اليمن المسؤولية إذا أسمرار ميليشيا الحوثيين في عرقلة المبادرات الإنسانية والاتفاقية المبرمة والتي يشرف عليها مكتبه وقال إن الميليشيا تمارس التعنت في إخفاء الكثير من المقتطفين ومن بينهم السياسي محمد قحطان وعدد من الصحفيين وغيرهم مشيرا إلى أن مكتب المبعوث الأممي يعرف كيف اختلق الحوثي العراقيل في مسار إطلاق السراحة في السياق ذاته دعت رابطة همهات المقتطفين في بيان الأمم المتحدة والمنظمات المعنية إلى الضغط على ميليشيا الحوثيين من أجل الإفراج عن ميات المحتجزين والمخفيين قصراً بيان الرابطة الصادر بمناسبة حلول عهد الفطر المبارك قال إن 356 مقتطفاً واربعة وستين معتقلاً ومائة وثلاثة وأربعين مخفياً قصراً ما زالوا خلف قطبان السجون ويحرمون من زيارتهم دون أي اعتبار للحقوق القانونية والدستورية والمعاني الإنسانية ونشهد البيان كل الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية والإنسانية والأمم المتحدة الضغط للإفراج عن المقتطفين والمخفيين قصراً والمعتقلين تعصفاً كما دع البيان الطمير العالمي الإنساني إلى الوقوف جنباً إلى جنب مع المقتطفين والمخفيين قصراً والمعتقلين تعصفاً وأهاليهم والعمل على منحهم حقوقهم المغيبة خلال فترة الاحتجاز وسماح لعائلاتهم بزيارتهم خلال أيام العيد والإفراج عنهم دون قيد أو شرط أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة أنمها أن الألغام تهدد أجزاء واسعة من محافظة الحديدة وقالت البعثة في بيان بمناسبة عيد الفطر إن الألغام الأرضية والمتفجرات الأخرى من مخلفات الحرب تشكل تهديداً في أجزاء الحديدة أو في أجزاء كثيرة من الحديدة ودعت البعثة مواطني الحديدة وزوار المحافظة خلال إجازة عيد الفطر إلى توقف الحذر للحد من خطر الإصابة أو حتى الموت بسبب هذه الأشياء الفتاكة كما نصحت البعثة المواطنين بعدم دخول المبالي المدمرة أو المتضررة من الحرب خشية تعرضهم للأذى جراء الألغام وبحسب تقديرات رسمية وحقوقية فإن ميليشيا الحوثيين زرعت منذ بدء الحرب أكثر من مليوني لغم ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين إلى ما ربحث شب حريق في أحد مخيمات النازحين هو الثاني خلال شهر وقالت الوحدة تنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب إن حريقا شب في مخيم جو النسيم يوم أمس الأحد ما أدى إلى احتراق كلي لمأوى أربع من الأسر النازحة في المخيم وعضحت الوحدة التنفيذية أنها قامت بالتعاون مع السلطة المحلية بمحافظة مأرب بتقديم إغاثة طارية للأسر المتضررة وفي مطلع إبريل المنصرم توفي سبعة نازحين إثر اندلاع حريق في مخيم تابعا لهم شمال مدينة مأرب ويوم الثلاثاء الماضي جرفت سيول الأمطار مخيمين للنازحين في صحراء محافظة مأرب ما أدى إلى تضرور أكثر من 2200 أسر بينهم نساء وأطفال حذرت الهيئة العامة للأثار في تعز سكان المدينة من زيارة قلعة القاهرة خلال أيام العيد لغرض التنزه وقالت الهيئة في صفحتها على فيسبوك إن القلعة تعد مزارا غير آمن للأهالي بسبب المخاطر التي قد تلحق بالزوار نتيجة دمار أجزاء واسعة من القلعة إثر القصف الذي طالها خلال سنوات الحرب ودعت الهيئة المواطنين إلى أن يكونوا على قدر من المسؤولية وأن يتوخوا الحذر ويلتزموا بالتعليمات حتى لا تتحول الفرحة إلى حزن بحسب قولها وفي العام الماضي توفي مواطن إثر إصابته بجروح خطرة نتيجة انهيارات صخرية في إحدى مدرجات القلعة أثناء إقامة مهرجان عيدية وفي خبرنا الأخير هقر مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب خطة الطوارئ الصحية لضمان سمرار تقديم الخدمات الطبية والأعلاجية للمواطنين في المحافظة خلال إجازة عيد الفطر المبارك وذكرت عمليات مكتب الصحة أن ثمانية مستشفيات حكومية ستستمر في تقديم خدمات الطوارئ خلال إجازة العيد كما ستعمل ثلاثة مراكز ومسوصفات ومائة صيدلية إضافة إلى ثماني سيارات إصعاف ستكون مناوبة على مدار الساعة مشاهدنا في نهاية النشرة لكم التذكير بأبرز ما شاء فيها اليمن والسعودية والإمارات تتفق على تشكيل لجان المشتركة ومباشرة تنفيذ التعهدات العسكرية والأمنية والتنموية تصايد حوثي وقصف على المدنيين صبيحة العيد في تعز ومطالب شعبية بعملية عسكرية لإنهاء الحصار البعثة الأممية تقول إن الألغام الحوثية تهدد أجزاء واسعة من محافظة الحوثية دم مشاهدين كان هذا كل ما لدينا في هذه النشرة شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة